ثلاثة عوام ومدينة تعز تقف على جراحها وانقاذها في انتظار ساعة الصفر والتي دقت قبل ايام قليلة بعد اعلان الجيش بدء عملية عسكرية واسعة التحركات الميدانية اصبحت في اكثر من جبهة بتنسيق بين الجيش الوطني والدول التحالف بحسب تصريحات قادة عسكريين تحركات ميدانية تمكنت من خلالها قوات اللواء مئة وسبعين دفاع جوي من السيطرة على تبتي عريعر والشيك بالقرب من شارع الخمسين في الوقت الذي كانت فيه مقاتلات التحالف تشن غاراتها على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في تلة الشيباني ومنطقة الحرير ومقر الامن المركزي ومفرق ماوية وفي الجهة الشرقية للمدينة ايضا تمكنت قوات الجيش من تحرير قرية السرمين وتبت الكريفات عقب مواجهات عنيفة مع الميليشيا الانقلابية في قرية ابعر التي تربط بين منطقتي سالة والزيلعي اما من الجهة الغربية للمدينة فقد استهدفت المقاتلات التابعة لقوات التحالف تبت الصراهم بمنطقة شرف العنين بمديرية جبل حابشي ومن الجهة الغربية ايضا تمكنت قوات الجيش من السيطرة على قرية الدار وتبت ياسين والقرن شمال غرب جبلهان الاستراتيجي باتجاه منطقة الربيعين يبدو ان الاحداث الاخيرة في تعز تنقل المعركة من مرحلة التحرك البطيء في اتجاه واحد الى مرحلة التحرك الحاسم في كل الاتجاهات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة